اشتركوا في القناة مرحبا بك في هذا اللقاء الجديد المتجدد مع برنامج إشارة حمراء في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نسلط الضوء على قضية خطيرة جدا قضية اجتماعية حاربها الإسلام منذ ظهوره ألا وهي قضية ترديد الإشاعات لا شك أن الإسلام ما ترك من خير إلا ودلنا عليه وما ترك من شر إلا وحذرنا منه هكذا بيّن ربنا سبحانه في كتابه العظيم لعباده المسلمين أن العبد إذا جاءه خبر فليس عليه أن يتلقاه ويردده مباشرة ولكن عليه أن يتيقن منه قال الله تباركت أسماؤه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة صحيحة أيضا فتثبتوا يعني إذا جاءك خبر هام على لسان أن تتشكوا في أمانة صاحبه فعليك أن تتأكد أولا من ذلك الشائعة هي معناها ببساطة أن يتناقل الناس خبرا غير صادق إنسان خبيث الطب ربما يكون منافقا والعياذ بالله يردد كلاما وخبرا يتعلق بقضايا الناس إلا أن هذا الخبر يخالف الحقيقة ويتعرى عن الصدق والثواب لذلك فإن بيان ذلك وخطورته يبينه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ألا أخبركم بشراركم تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أبين لكم من هم أشر الناس قالوا من هم يا رسول الله قال المشاءون بين الناس بالنميمة المفرقون بين الأحبة الإنسان الذي يقول الكلمة وهو يريد بها أن يفسد في المجتمع أو يفسد بين المتحابين هو إنسان خبيث الطب ذكر بعض الدعاء قصة لرجل من السادة أراد أن يشتري عبدا فذهب إلى سوق العبيد فوجد شابا فتيا شجابا قوية فسأل هذا السيد بائع الشاب قال أتبيعه؟ قال أبيعه؟ قال بكم؟ قال أولا لا بد أن أبين لك عيب هذا الغلام قال ما عيبه؟ قال هو نمام ينقل الحديث يفسد بين الناس يكذب فقال المشتري المهم أنه يعمل بنشاط وجد قال هو يعمل كذلك ولكن أحذرك من لسانه وفساده قال لا عليك اشتراه سيده الجديد وذات يوم أراد السيد أن يتزوج على مرأته وعلم بذلك هذا الغلام العبد فأخبر سيدته زوجة السيد فذهبت هذه المرأة إلى رجل تطلب منه النصيحة وتطلب منه أن يفعل لها شيئا حتى يرد إليها زوجها ويبغض في قلبه حب الثانية وهي تظن أن الأمر بيد إنسان في حين أن الأمر كله لله تبارك وتعالى فقال هذا الرجل يا أمة الله أحضري لي ثلاث شعرات من رموش قرد أعزكم الله تخيل؟ فقالت الأمر صعب يعني إزاي أنا أجيب ثلاث شعرات من رموش إرد فقال إذا أردت أن أرد إليك زوجك فافعلي فذهبت وتحايلت وفعلت الأفعيل حتى تحضر هذه الشعرات الثلاث ولما عادت ذهبت إلى الرجل وقالت أتيتك بها قال عجبا لك يا أمة الله فعلت ما فعلت وحاولت مع قرد وحيوان عجيب ولم تستطيع أن تستميل قلب الزوج عجبا لك المهم زهبت الزوجة إلى زوجها وهي تريد أن تأخذ شعرة من لحيته أرادت أن تأخذ شعرة من لحية الزوج علم الغلام بما تريد السيدة فذهب إلى سيده وقال يا سيدي زوجتك تخونك مع رجل آخر وهي تريد أن تقتلك الليلة فانتبه لذلك السيد طبعا عارف أن الغلام كذاب ولكن ألا مانع أنني أحتاط فأظهر نفسه وتصنع أنه أنا مريح في أنه جاءت المرأة بشيء لتأخذ من لحية الزوج فانتفض الزوج وقام وقتلها وقال لقد صدقني الغلام علم أهل الزوجة من الغلام حينما أخبرهم وقال لهم ابنتكم تخونوا زوجها وهو أراد أن يقتلها ليتخلص من هذا الأمر وأوقع بذلك القبائل في بعضها فقتلوا زوجها وقتل أهل الزوج من أهل الزوجة وصار القتال بين القبيلتين والعياذ بالله كل هذا بسبب كلمة خبيثة وشائعة أفسد بها بين العائلات لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من خطورة الكلمة التي تفسد في المجتمع فيقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يلقى بسببها أو يقذف بسببها في النار مسيرة سبعين سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة يستحل الإنسان فرج امرأة يتزوجها على كتاب الله وبكلمة يفض أو يقطع هذه الصلة والرباط الغليظ الذي أخذه الله يعني لو قال لزوجتي أن تطالق فصلها عن عصمته بكلمة يدخل الإنسان في الإسلام إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن مشاهدي الكرام الكلمة خطرها عظيم ربما تكون سببا في رفعة شأن صاحبها وربما تكون سببا في هلاكه وربما كانت سببا في هلاك المجتمع انظر إلى خطورة الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أشع المشركون خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذبا منهم وافتراءا في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا بين أصحابه في القتال فلما أشعوا ذلك كان أثر هذه الشائعة المغرضة الخبيثة أن وقع الوهن في قلوب الجنود والمقاتلين من المسلمين حتى بلغ أن بعض المجاهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت عنده هزيمة نفسية فألقى سلاحه هزيمة نفسية بسبب كلمة شائعة مغرضة وهناك شائعة أخرى كانت خطيرة جدا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة مجتمع المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة ذكرها الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيحين القصة ببساطة وبمعناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعود كل ما يروح غزوة من الغزوات بيعمل الأرعى بين زوجاته علشان يبقى فيه عدل فذات مرة كانت القرعة على السيدة عائشة غزو الغزوة وفي طريق العودة استراحوا بعض الوقت في الطريق نزلت السيدة عائشة من الهودج وذهبت إلى مكان بعيد لتقضي حاجتها ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركب أن يرحلوا حمل الناس الهودج يعني الصندوق اللي بتحمل فيه النساء ووضعوا على الجمل وتحركوا في حين سيدة عائشة بتقضي حاجتها بعيدا سيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءت وأخذت تبحث عن عقد لها لم تجده فعادت لتبحث عنه الصحابة الكرام اللي كانوا مسؤولين عن الهودج ظنوا أن السيدة عائشة في الهودج لأنها كانت وقت ذاك كانت قفيفة لم تحمل اللحم لأنها كانت تأكل أكلا قفيفا جدا لم تكن الفتحات كثرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين لما عادت بعد ذلك رضي الله عنها وجدت الجيش قد رحل ففكرت وقالت أجلسوا مكان ما كنت فإذا افتقدوني عادوا يبحثوا عني فكان أحد الصحابة اسمه صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه أرضاه كان من عادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه بيكلف حد من الجيش يمشي متأخر بحيث لو حد سقط وحد حصل لأي مكروه هو يسعده فسيدنا صفوان لما لأس سيدة عائشة رضي الله عنها قال إنا لله وإنا إليه راجعون أم المؤمنين يعني مصيبة كبيرة لابد أن في أمر خطير المهم أناخى جام له وتركها لتركب واستحابها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة في المدينة كان يسكن بعض اليهود عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله أخذ من هذا الموقف مأخذا عظيما وأشاع شائعة خطيرة قال والله ما سلمت عائشة من صفوان وما سلم صفوان من عائشة طبعا الكلام مفهوم راجل وامرأة راجعين لوحدهم يبقى لازم حاجة غلط حصلت بينهم ده منافق يتهم من الصديقة بنت الصديق زوجته سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الكلام بدأ يتردد في المدينة الكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مش أدري يكلمها بحاجة لأن الخبر مفيش علي دليل فطالما أن مفيش دليل ما يقدرش يتهمها بعد شهر تقريبا سيدة عائشة رضي الله عنها لما علمت بالأمر كانت مرضت حينما عادت من هذه الرحلة مرضت شهرا طويلا وكانت لا تنام الليل وكان دمعها لا يجف من على وجهها استأزنت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أهلها فأذن لها فحصل ما حصل سألت أمها يعني السيدة عائشة سألت أمها قالت يا أمها ماذا يقول الناس فيها قالت يا بنيتي أنت امرأة شريفة طاهرة ولك ضرات يعني زوجك مجوز عليك أكثر من واحدة فوارد يطلع عليك إشاعات فاشتد الأمر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما نظر إليه قال كيف حالكم ولا كان بيزود ولا كان بيقلب لأن في جوه شيء من الشك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل سيدنا علي بدأ يسأل سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع فقالوا لم نرى عليها شيئا يا رسول الله شهد الأمر بعدما توحد الله رب العالمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة طويلة لا ينزل عليه الوحي في هذا الخصوص إلا أن الله تبارك وتعالى أخر نزول الوحي ببراءة السيدة عائشة لحكمة يعلمها الله حتى يستبين لناس يعني حتى يظهر للناس من المؤمن ومن المنافق من الله يقوب في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله يمسك لسانه طيب اسمحوا لي نستكمل القصة بعد فاصل قصير ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودة جديدة بإذن الله لنستكمل الحلقة حول قضية ترديد الإشاعات في المجتمع وخطرها لكن في سؤال بدي أسأله للسادة المشاهدين ما رأيك في ترديد الإشاعات ونقل الأخبار التي لا أصل لها يعني حضرتك دلوقتي كراجل مسلم بالعقل كده انت رأيك إيه؟ في الناس يرددوا إشاعات يشوهوا صورة ناس وهم براء أو يبرأوا صورة ناس وهم غير ذلك وما خطر ذلك على الفرض وعلى المجتمع اسمحوا لنا ناخد تقرير كده من الشارع من بين الناس ونرجع نستكمل هذا الموضوع بإذن الله مع التقرير ترديد الإشاعات بدون معرفة مصدر؟ لا طبعا أنا مش معكده خالص لازم كل حاجة عشان فيه أمور بتختلط لما فيه ناس مثلا ما ينفعش أن تطلع عليها الحاجات دي ويعني لازم تأكد من الحقيقة قبل ما واحد ينشر أي حاجة ويقول أي حاجة طبعا عمرك ما شايرت بوسط وانت مش عارف مصدره إيه؟ لا طبعا لازم كل حاجة ببعرفها وحاسيب لها إيه اللي هيحصل لازم ما بعرف ده إيه وانا هنشو هشايره إليه بس فيعني لازم كل حاجة ببعرف مصدرها طبعا يعني عمرك ما صادفتك إنك انت شايرت بوسط عجبك أو بس انت مكنتش عارف إذا كان صحته المادة صحته أو خطأ أو إيه؟ ما صادفتش حاجة كده خالص؟ هوا صادفتني بس في الغالب الأكتر ما بشرش بس ممكن تبحثت حاجة بمرأة أو مرتين بس كده يعني مشكورة جده عفوان ده طبعا ده ليه أسباب ممكن تهدم بالمجتمعات كاملة يعني مش مثلا ده مجتمع صغير ممكن مجتمع كبير يعني ممكن تهدم مثلا علاقة حد بحد ممكن علاقة واحد مثلا بخطبته واحد بصديقه من غير ما تعرف المصدر بتاعه فين أو تتأكد منه ممكن برضو فيه وسائل إعلام بتطلع إشاعات بتطلع مغير مصادر بتاعتها ممكن واحد يقول كلمة تنتشر تباوز الدنيا خالص طب انت بتعرف بقى مصدرها أو بتحاول توصل لمصدرها ده ازاي؟ إذا كان مثلا مشاركة على الفيسبوك في أي بوست أو حاجة أو وفات فنان بتعرف مصدرها ازاي؟ وتحاول تعمله ازاي؟ أكيد طبعا لو حاجة مثلا ممكن أصدقها ممكن أدور على مصدرها إنما فيه حاجات بعيدة عن العقل مثلا ممكن إشاءها طلعا ممكن ما بحث عنها لأنها متأكد إنها مش موجودة أصلا متأكد إنها غلط إنما لو حاجة مثلا العقل مثلا متوقع إنها ممكن تحصل ممكن أبحث عنها تأكد منها بالنسبة بتوقف مع أصحابك وتلقي واحد بيقولك ده قالوا لنا وقال لي وكذا وتلقي الخبر بيتقال كده انت بيبقى رأيك ايف قلنا وقالوا دي؟ أنا بصراحة نفس نعرف من اللي قال ومين اللي ما قالش إحنا كلنا عايزين نعرف مش عارف كل ما قبل حد قال لي ده عادلي ده مش عارفي طب مين اللي قالك؟ قولك ده أنا سمحت من فلان طب فلان ده سمع من نين سمع من فلان تاني اه طب لا مش عارفين مصدر قال له احنا نفسنا نعرف قال له ده مين بقى بنشكرك جدا اه عفا شكرا اكيد طبعا ده شيء مش كويس لان انت ما انتش عارف المصدر فما انتش عارف الحاجات دي جاي منين او الكلام اللي انت بتقوله جاي منين لازم تكون عارف مصدره عشان تقدر تحكم عليه او او الشخص اللي قدامك يقدر ينتقدك او يحكم عليك بشكل سليم طب وبالنسبة الناس اللي بتعمل مشاركات على اي خبر موجود اذا كان صح بقى او خطأ او مش معروف مصدره اي رأيك في ده لا اكيد ده طبعا حاجة غلط لازم تكون عارف المصدر عشان على اساسه تقدر تبني الفكر بتاعك والافكار لان دي حاجة من الحاجات اللي مرجعه مصر وشباب مصر شخصيا دوارك مصدرها اا اعمل لها مشاركة سواء بقى على الفيسبوك او تويتر او انا ممكن يعني في ناس كتير هي اللي بتنزل هي اللي تقولك مثلا تعمل حوار ويتنزله وعلا اساس ان هو ده مسلا الخبر من عندهم من وحي خيالهم تب انت اي رأيك في اللي بقى كل شو يقولك ده قلولنا ده قللي وقصة قللي دي اي رأيك فيه نفس الفكرة هو ده هي نفس المشاركة بس او بس عن طريق كلام بس كده مش اكتر بنشكورك جدا ناشي رأيك لا طبعا ما ينفعش انها لازم عشان قبل ما اقول حاجة مثلا قبل ما اقول حاجة مثلا قبل ما اشير اللي بوست مثلا في اي معلومة لازم اتأكد عن معلومة يحطره بشكل مبدئي يعني مش اي حاجة مثلا كلام ضد مثلا ضد او معا لنا مثلا متفق معاه اروح جاء مش هايب او لا فيه صح وفيه غلط يعني مش دايما يا انت رأيك نعرف مصدر الخبر من ايه نعرف مصدر الخبر من ايه موصدر موصوق فيها يعني اما مثلا مصدر المحلات زي مثلا زي التلفزيور المصري زي مثلا في قانات الفضائية موصوق فيها المعروفة طبعا بحكم وقتها فتعرفت ان هي يعني بقيت مصدر موصوق منه او يعني يعني عن طريق مثلا الناس ممكن اسألهم اكون برد او موصق فيهم مش هيدلوني فبيري فدفودوني يعني انت عمرك مش ايارت حاجة وانت مش عارف مصدرها ايه اه ممكن مش ايارت حاجة بس مش عارف مصدرها لا يعني عرفت مصدرها بس يعني مصدرها بس يعني مصدرها تترى مش مصدوط مثلا فلا ساعتها بتعملي بقى بتمسح البصد اه امسحها اعملي مشاهدي الكرام بعد هذا التقرير الجيد لاحظنا مع بعضنا صورة حية واقعية من المجتمع ومن الشارع الناس فعلا بيرفضوا ان يكون فيه ترديد للشاعات ان يكون فيه تناقل للاخبار من غير ما يكون لها اصل من الصحة وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا واحد السلف الصالح يقول اذا سمعت الله تعالى في القرآن يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني فانتبه لماذا لانه اما ان يأمرك الله تعالى بخير فلابد ان تنتبه لهذا الخير واما ان يحذرك من شر فلابد ان تحضر من هذا الشر ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لذلك هناك سيدنا سليمان في قصة الهدهد لما تأخر الهدهد عن سيدنا سليمان قال وهو يدافع عن نفسه جئتك من سبأ بنبأ يقين الهدهد بيكلم النبي عليه السلام بيقول له انا الذي جئت بالخبر انا المصدر من سبأ ده مصدر الخبر بنبأ يعني بامر هام يقين يعني لا يقبل الشك اذا الانسان لما يحب يتكلم لازم يكون صادق في كلامه لازم ينتبه لابعاد الكلمة التي يقولها نعود الى حديث الامام البخاري والامام مسلم فيما اتفق عليه في قصة حادثة الافك التي ذكرها القرآن في سورة النور حادثة الافك توصلنا الى ان الناس خاضوا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها واعدت فترة طويلة جدا الوحي لم ينزل ببراءة السيدة عائشة الا ان الله الكريم مصداقا لقوله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا انزل براءة السيدة عائشة الصديقة من فوق سبع سموات فقال ان الذين جاءوا بالافكي شوف سمى الله تعالى قضية الزور والبهتان والافتراء في حق السيدة عائشة سماه ان الذين جاءوا بالافكي والإفك ده معناه كذب وافتراء واضح وخطير إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى ما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه القصة شهد الأمر السيدة عائشة رضي الله عنها لما علمت بهذا الأمر ونزلت براءتها أهلها بيقولوا ليها سيدنا أبو بكر وزوجته يعني اشكر النبي قالت لا والله أنا أشكر ربنا اللي برأني فلابد أن يشكر العبد ربه ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت براءت زوجته العفوفة الطاهرة جمع الناس ووقف على المنبر وقال أيها الناس ببساطة خالص قال لهم مين يعذرني في رجل أنتم تعرفونه نال من عرض زوجتي يعني لو أنتم مكاني تعملوا إيه فأم سيدنا أسامة عفوا أم سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس سيدنا سعد بن معاذ قال يا رسول الله لو كان هذا الرجل من الأوس لضربنا عنقه أما إن كان من إخواننا الخزرج فتأمرنا نفعل ما تأمرنا به فأحنا طوع أمرك يا رسول الله فأم سيدنا سعد بن عبادة سيد الخزرج رح رادد قال له لا هو علشان إن هو مش من قبلتك والله لن تستطيع أن تمسه بسوء فأم سيدنا أسيد بن حضير كبار الصحابة كادوا أن يشتبكوا ويقتتلوا وتقع بينهم الدماء سيدنا أسيد بن حضير بيقول له أنت منافق تدافع عن منافق سيد بن حضير بيقول له سعد بن عبادة أنت منافق تدافع عن منافق يصد من المدافع عنه عبد الله بن أبي بن سلول الأمور كادت أن يعني تبلغ ذروتها الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بينهم وحجب المصيبة والطامة التي كادت أن تعصف بمدينة رسول الله ليتها كانت من اليهود عفوا ليتها كانت من الخارج ولكن الخطير والعجيب والمصيبة أنها من بين المسلمين ومن بين كبار الصحابة سيد الأوسم من ناحية سيد الخيز رجم من ناحية القضية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية تانية مضوع خطير جدا جدا إذن مشاهدي الكرام تخيل بكلمة كلمة هذا الخبيث عليه لعنة الله هو ومن نافق عبد الله بن أبي بن سلول التي قال فيها والله ما سلمت عائشة من صفوان وما سلم منها تخيل بهذه الكلمة كادت الفتنة أن تعصف بمدينة رسول الله تبين لكم أحبة الكرام أن خطورة الكلمة ليس خطرها يتعدى صاحبها فقط وإنما تتعدى المجتمع كله ربنا سبحانه يقول وانتبه لهذا التحذير إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعني من المهلكات ومن الجرائم التي جعل الله عقوبتها في الدنيا وفي الآخرة ويعجل الله عقوبتها لمن فعلها في الدنيا قبل الآخرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم لذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سطر مسلما ستره الله من سطر مسلما في الدنيا ستراه الله تعالى يوم القيامة الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه يعني إذن أحبتي نختم فنقول إزاي نواجه الشائعات رقم واحد أن يتق المسلم ربه فلا ينطق إلا بخير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة أمسك عليك لسانك وأحد الصحابة يقول لنفسه وللسانه قل خيرا تغنم وأمسك عن شر تسلم وربنا سبحانه في القرآن يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة تسجل على الإنسان حتى ولو كانت بسيطة إنسان ممكن يرى إن الكلمة دي بسيطة إيه المشكلة ولكن هي عند الله تبارك وتعالى خطيرة أحبة الكرام لنحفظ ألسنتنا ولنحفظ أعيننا ولنحفظ أسمعنا قال الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني لا تتتبع شيئا لست تملكه لإن الله تعالى يسألك عن سمعك وبصرك وعن كل شيء أختم بما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك مشاهدي الكرام أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة